عندما الجيش يطلبوا ما يسمونهم بحقوق وأهم حقوق في كثير من الأحيان يهضر معهم على أن تخليهم يجبون زيل ويجبون في مظاهرات وعشرات الألال يهضر معهم في قضية فراث قال لك من يهضر معهم ما نعرف سنهضر إذا لم تعرف سنهضر معك خليلي يعرفوا يهضروا خليلي يعرفوا يخفوا الشعب ولا لا لا قال لك المطالب ياسر هاي ياسيدي هاي المطالب ياسر وراني أنا مسؤول أنا أعلم يا ذهي جاء المطالب ياسر جيت خير سنهضر بسم الله الرحمن الرحيم وليس فتوحى ومشاه ما علي يقومون بخمسة خمسة عشر عصر من كل ميلاي شافي إسطانفيا ولبي أخمسيين وله ثلاثين يخي هذا ما ما نخافه مون منهم يريبون الدولة ما راح تشير بقدونه والي ينتقوا عليها راح وبلغوه أنتم وعلى يجدوا يخسروا الكارب والصروف ولكاسور يقومون بخويتها لكما بس عليكم وخير في الخبر يجيبون لكم هذو لي يحضروا. وش نقول؟ قال لنا عشر مطالب. مثلاً، وش هل عشر مطالب؟ قال الطالب الأول درسنا قال هذا ممكن. قال الطالب الثاني قال هذا ياسر نقصوا به شوية. قال الثالث قال الثالث مرفوض. قال الرابعة الرابعة نوخروها لعمل جاي لتكون للمكانيات خير. يا خي سمعونا هون سمعونا هكذا تحل المشاكل. نأهدكم أنا رئيس رح نحل هذه الملفات. من الفات؟ نعم نحل هذه الملفات متقاعدين لتعالجيش. نسيتكم في الابين. نقول لكم أنا لازم نصل الأجر اللي خلي كل جزء يعيش لكرمته. اللي عند المطالب. أنا نجدو الناس اللي هروا قدماء الجيش. وهذه اللي تسكوا لمؤسسة كبيرة ومحترمة وهي قلها في قلب الجزائريين وفي وجدانهم. هذه المؤسسة الكبيرة اللي كلنا مطالبين ونحفظ لها صورتها ومكانتها في المجتمع. أيضا يعز على نفسنا أن نشوف هذه الناس اللي كانوا أنهم عند المطالب. الصحيح تم التنبيد جزء كبير والمؤسسات العسكرية وشكورة في أنها اختفتت إلى هذه الفئة واستجابت لعدد منها. ما زالت بعض المطالب هذه إن شاء الله سيتم التكفل بها. موش فقط لقداماء الجيش ولكن أيضا حتى لجنود الاستبقاء. تقاعد الجيش الذين سبلوا حياتهم لأجل هذا الوطن في الحدود. كيف سيتعامل مع هذه الفئة أيضا السيدة اللي بفنة؟ أنا استقبلت أعداد وأعداد منهم مرارا. هذا ممش طالبين المستحيل. هذا وطنيين غيرين على الجزائر. لا اهتمام به كيفش يكون. قلت لهم أنا ذاك نعم الخاطب فيهم قلت لهم ربما المطالب ثلبياً تعقل المطالب مستحيلة الآن بنظر للأوضاع الاقتصادياً على البلد. أنا أعيد باستقبالهم وبتكليف الحكومة لإجراء حوار وفتح حوار معهم ومناقشتهم. من هربوش منهم. هذا جزء من الشعب الجزائري وجزء هام لأنهم هذو حماو الدولة الجمهورية التي كانت مهددة بالسقوط. وبالتالي نتحاور اللي ممكن اليوم فأهلاً وسهلاً واللي ممكن غداً يعني يتلبى غداً واللي ما وش ممكن لك مخاطبة الناس. القادر والمقتدر في سياسة هو من يفتح صدره ويفتح قلبه للجميع. هؤلاء حمات الجمهورية وحومات الدولة الوطنية نستمع إليهم من شكل بالكلام نستمع إليهم نلدي ما هو ممكن تلبيته ونؤجيل ما ما يتعين تأجيله واللي نقول هذي مهيش ممكن كذلك. أنا ما نش مع معاملة هؤلاء بغلق الأبواب في في وجوههم واحير ماني ما نوصلوش للمظاهرات ولا احتلال طريق. لما نسبق ونستبق ونستقبل الممتدين من كل ولايات لا يلجأون لتصرفاته. هذو عاقلين وطنيين يحبون الجزائر ويتنازلون عن أشياء حباً للجزائر وخدمة للجزائر. كما لا أنسى في هذا المقام التكفل بمطالب فئة متقاعد الجيش الوطني الشعبي وجرحه ومعطوب المأساة الوطنية لطي هذا المهلف نهائي. هذا الناس أرى أنه بالدواستان أرى هم عندكم وخرجنا للتقاعد كما تقاعد من الجيش الوطني الشعبي الجزائر الحر. كما تقاعد من الجيش الوطني الشعبي في الجزائر الحر. هرية. نهاراً ما نجد خارج أعطوني إنهاء الخدمة بصفة نهائية. إنهاء الخدمة بصفة نهائية. اليوم رانا كما يقولوا نتحقروا في بلادنا والناس يتوقع ربي. ونحن نقولوا ما عسانا أن نقول حسبنا الله ونعيب الوكيل. حسبنا الله ونعيب الوكيل. هنا ما ندرون إنهاء تعنا لا تخرجون لأخوتنا ورد الاعتبار للناس هذو. رد الاعتبار ليهم. ما الراجل ما يتحقرش. كمهد. الراجل ما يتحقرش. انطربوا من الرجال شرفاء. يدخلوا في الأمر هذا. عيد عيد. صاموا رمضان يضربوا في الصباح. وربي يفرج على أخوت المسجونين كامل. يروحوا يعيدوا مع وديهم. كل واحده كفاح. كل واحده غلطة. كل واحده كفاح. حسبنا الله ونعيب الوكيل. أن المساج تعمل لرئيس الدولة. الإفراج على المسجونين. الإفراج على المسجونين. يعيدوا في ديارهم. الإفراج عليهم يعيدوا في ديارهم. ورد الاعتبار للناس هذو اللي ظلمتوهم. ردوا لهم رد اعتبار هم اللولين. المباشر على القناة التاكم. رد الاعتبار وطلبوا الناس تروح. ورانا يا رجال شرفاء. رانا تاجيهاد. حنا. حنا جاهزين من الدولتانا. تستدعيني. نفرح. نفرح. نفرح كون يجري استدعاء. تستدعيني الدولتان. تقول لك. هيا. تبعتنا. تبعت. أنا جاهز. جاهز للقيتاب. ما هوش جاهز تكريمو جاهن. ولا تديني تغبرني بعام ما نقعدش عقال مع الأولاد أن النادي رجال شرفاء تدخلوا في هذا الأمر هذا الأمر هذه العرصة تدخلوا في البلاد ما تتهانش ومهينوا فينا حقرونا دارهم كل لا إلي الله ومحمد رسول الله خرجونا خيوتنا اللي رأي في السجون وردوا الاعتبار قدم ربي وعباده وإحنا جاهزين من دولتنا تستدعينا تستدعينا الراحة نجاهده في سبيل الله نحوزه نحوزه الشهادة يا أخويا تحرمونا احتم الشهادة تحرمنا في بلادنا في الحقوق في كل شتاعة نزد تحرموا احتم الشهادة تحرمونا من الشهادة ابعتونا دواستعينا نضخ عندكم تستدعين يا أخويا قرمو ستبسعين خذب كنزان في الجيش ما زال واقف على ديداني خوتي رأي تموت في غزة رحمد دالوفي بحالة ابعتلي ماذا بي أن نسلاح وروح نبات مع خوتي وليزون بيسكاد وروح نحاسب بهم روح نخلف الولاد لهذه الليمات وخوتنا كل نسار شيو بطلقوا احتحاج المساجد المساجد ريبوهم قطعونا قلوبنا قطعونا قلوبنا غزة رهي قطعت لنا قلوبنا نطلبو من السيد الرئيس وريشاد الشرفات يتسدعيوا كمتقاعدين نجيش بالكلايس بالكلايس خمسة تسعين ستسعين خاصة هذي يخدم تسعين لات باركات شبعنا اي شبعنا حتى من البلاد هذي شبعنا منها حبيت الشهادة حبيت الروح اخويا الروح نجاهد حبيت الروح نجاهد لسبيل الله كشبكات خير من الجهاد نقعدنا اهلات تهينوا فينا تحبسوا فينا وتحقروا فينا تحرموا لي انا من الشهادة استدعيونا الروح نجاهده في سبيل الله خوتنا رأي تموت خوتنا رأي مساري فيه ارأي المكاش لي ما شافش نقعد هنا انا نخرج نخرج للشارع نقولك عطيني حقي جيب لي انا مكافحة الشغب ولكلي موجان ما اطلقته شعب ما اطلقته شعب ولا اطلقته احتفل في البلوك في الديار في الديار في الديار في الناس في ابن طلحة ولا في الاخو ولا ادخل لهم كيموجان بديارهم بيريمي ما بيريمي بيقول عندهم ماذا مراء كبيرة راهي مريضة ولا شيخ كبير مريض ولا تفل صغير لا اله لله محمد رسول الله هذا الناس ضحات وكما يقوله قاجات هو اللي جاء عندك هو اللي جاء انا انا لجيت برضايتي وخدمت في البيض هذي وخرجت اليوم ما تحقرنيش ما تهينيش لا يشوفوا في الحقرة سان بتيسي محمد تقاه خارج اجهدان الشاف من الجيش الوطني الشعبي يروح يحوز كش ما يخدم اجه والنس ما يشلح حسبنا الله نيمن وكيد ربي تتصرح امين شاء الله بارك الله اخواتنا راه تموت غزة غزة راه احنا رانا غزلنا على غزة هذي فابعثونا روح نجاهدوا فابعثونا استدعيونا سيدي استدعيونا روح نجاهدوا نحوس الشهادة الشهادة تحرمونا منها خرجنا كما توقع دين جيش نطلبوا في حقنا مددونا تعنا حقرتنا الدليل للذركة عدنا مسجونين مدة عام ما ربحوش تدياهم خرج مرأة مسكين نص رجل بشي رح يرتاح مع الاهل داعه مولاته رح يذرتوه بربحيات طارت رجله في الجبل دين الله تفلس عنيه بومبا ولتفلق عنيه هبه يقولنا ضركة رحو في الحبس يعقل يعقل هذا ما تدخلش للراس بعد هذا النطب من الضباط هذا السامون اللي يفعلهم في البلد بللي هذه حقرة حقرة عيني عيني حقرة سيد الرئيس وشقالهم في الانتخابات تعو عشاهم مساكن في الحمس ابعث لي يا أخوي نطلعك تبعث لي مكاحتمش وابعثها صحبي قوتي في الله قوتنا عند ربي صح نحنا نمنو 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 بربي ونبنو وشقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوسه أخوي نحوسه على الجهاد نحوسه على الجهاد نحوسه على الدولة تانا تستدعينا 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 الراح تعاومنا سيدي كومبو سلاح وبعثيني يبعثيني يطلعيشيني ملقوا بتير نابط سلام عليكم سلام أنا هنا وجدين حاضرين نظرين نقمنا سلاح وبأتونا الفلسطين الناس كل تحب ما كاش فلسطين فلسطين عربية سلاح والإيمام لا تطلعوا الناس سلاح أو التربولات نحن نضبرون رأسنا يغضي مصلون أبرك سيدي يمصلون الفلسطين هذه فلسطين 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 أريد أن أردن وأنا نكمل سيدي فلسطين سيدي سيدي رئيس عاملونا عاملونا مادية الحق التيارة مننا نركب نروح من مصر ونصل إلى مصر خاطر ندخل من الغيران غير هؤما ندخل من الغيران هذو هذي عصدقري ندخل جو بر محر الدنيا وصلونا غير مصر بر ها والله يغرب تضرب ها او عب نز سلاح ونطير ايه اخوتي ويتموت حب نحسف فيها تربيت في الجبل انا قلو تربيت في الجبل صغلي صغلي راح في الجبل بلاشي مني تربيك صغلي راح في الجبل هذا السيد هذا اللي تقسمت عليه بومبا انا هزيت ورجل وفيه درض مسكين الطيش والدمامات شرشرة وذركا خرجي طالب في حق وراه في السجن ليس يترأيس وليس تيد لرجال شرفاء ماتوا 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 ما تزوز بلاشيح تللي بس بالتاعة بشيتفاء ليس بقينها بلقول شينين كيفين يموتش هوا ماتوا من البرد زوز ماتوا زوز من البرد ماتوا بساكل ولا حسبهم عند الله شهداء شهداء هي شهداء أبلي مسكين شايفون العامين عشتها بره بات معي بات معي بسميانة فيت عشريا وحنا بره لقوهم زوز من البرد بزاة ماتوا احنا نطلب من دولتانا احنا كمتقايدين وكان الناس كل يتحوص للجهاد هذا الجهاد هذا ما كانش يحوص شيء غير استدعيبنا بركة ما نحبو لحقوق منكم منولوا استدعيبنا نروح ونجاهدوا في سبيل الله ملينا كرهنا كرهنا صحيح نطلب انا من رئيس الدولة هذا الناس هذو اللي يجاوا يذكروك رام في السجون مدة عام ما روحوش ديارهم خافوا ربي في هذا العواشير عيد عيد اطلقوهم اطلقوهم يروحوا معولتهم او ما ادخلش الراس انسان نصر جل في الحبز ما اتموه ما اروحش والله ما اروح هاي ما اتموه والله ما احضر الجنازة ما اتبابه وكان واحد ما اتبابه والله ما اطلقوهم احضر جنازة عبابه على احنا وشكون احنا في بلدنا بلدنا ولا شكون حاكمينا الزنبيق هذي ولا شكون شكون للناس هذو مع من كنا نخدمو احنا تحقروفين تحقروفين الدراجة كما هذي احنا كنا في الدول اخدمنا عند الدول اخرجنا بوقتنا نظاف احنا ذلك نطلبوا في الجهاد في سبيل الله اخوتنا راي تموت في فلسطين اخوتنا راي تموت والله انا الساعة والله ما نخرج لك وما نقول لك اعطيني حقي يا يا تقرعنا شبعنا يا رزق على ربي وانما الاهانة والحقها للرجال خط احمر اتقلنا خوتنا اللي راي بسجون تروح عيب عيبو عارس يا محمد يا تببون يا تببون خط لك مشكاير في السجون قولوا قوله يا تببون يا تببون لك خوتنا بالسجون عميتبون عميتبون اتقلنا الرجال اللي راي بسجون او قالوا يا رجال يذرقوه رئيس رئيس دولا ولا قصر انا شوف تسعين بالمئة والله ما هم سامع بيهم هذو بلدارهم في الحمس طارش هم مساكل تحكمنا في الحواشي من ثم جهت بادخلوا لعاصمة ما مولوا يقلوا يدلوا يعمروا اشرار وعندوا ايادي وش من ايادي راح تحكم فيي انا هذي ما عندي حتى ايادي انا صافي في بلادي واني اقول بلد بلاد انا مانيش يجابوني من الزنباق الزنباق انا اكد يعني يا رباق الزنباق اثارني بلا النادو الدودة تعالى براكات من الاسيهزاء هذا الفئة هذه وصدعينا بالكلايس حرانا وجدين والله يرانا وجدين وديروا فينا والله ندعي لك معي يا اخوان والله ندعوني ندعوني لك وغير بالخير لاننا ربي يخفف عليكم قصراش الناس كل يدعي لكم بالشر يا الى الله وحمد رسول الله وربي يجيب من خير وربي يرحم الشهداء ربي يرحم الشهداء امين يا ربي امين السلام عليكم